حياة النحل ونظام الخلية وتوزيع الأدوار فيها آية من آيات الله عز وجل اللي بتظهر روعة وكفاءة الحشرة المبهرة دي والنحل اللي بيعتبر من أشهر الحشرات اللي عندنا معلومات كتير عنها اللي إنهم كل يوم بيفجؤون بجديد وطبعاً كلنا عارفين أشهر وسيلة دفاعية عند النحل واللي هي اللاسعة بتاعته لكن على سبيل المثال النحل الياباني اللي بيعيش في أسيا بيشترك معاه في موطنه أكبر أنواع الدبابير والمعروف باسم الدبابير الأسيوي العملاقة دي سريعاً كده أقلهم في الحجم بيبقى قد النحلة الكبيرة 3-4 مرات على الأقل ده غير إن لسع النحلة مش بيأثر فيهم تقريباً ده لو افترضنا إن حصلت معجزة والنحلة قدرت تقرس الدبابير أساساً فبمجرد ظهور النحل أياً كان عدده قدام الدبابير الضخم ده بتبقى مجزرة لأعداد النحل المدافع وعلشان كده بدأ النحل يستخدم سلاح جديد لمواجهة الموقف الجديد الدبابير لما بتهجم على النحل بيكونه في حدود 30 دبور لكن قبل ما يوصل جيش 30 دبور دول علشان يدمروا الخلية بيوصل دبور أو 2 أو 3 بالكتير زي الكشافة كده